24 ساعة كانت حاسمة في ولادة قانون الانتخاب نجحت ساعات ليل بيت الوسط الطويلة وساعات نهار السراء الطويلة والمتشعبة بوضع حد لشياطين التفاصيل استجمعت كل القوى السياسية قواها وبلورت أفكارها مع وصول التوقيت إلى نقطة الصفر واستطاعت أن تنجز بساعات معجزة الأيام والأشهر الماضية عن تحقيقه وهو ما أعلنه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري لتلفزيون مستقبل قبل ساعات من الاتفاق النهائي المعلن أنا اللي بقول أنه كل هالأمور التفاصيل المهمة واللي هي كانت أساسية بالنقاش صارت ورانا فيه اتفاق على هالأمور كلها يعني بعتقد كل الأطراف بزالة جهدي كبير كل حدا قدم شوي لحتى نوصل لليه الرئيس الحريري كان من أول طريق مقتنع أنه حيكون فيه قانون جديد وبعتقد كانت قناعته بمحلة اليوم نحن على قاب قوسين أو أدنى من قانون انتخاب جديد وأنا بعتبر أنه اليوم صار فيه خرق أساسي بهذه النقطة في المحصلة بات للبنانيين قانون على الشكل التالي لبنان مقسم إلى 15 دائرة مقعد الأقليات نقل من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى حددت عتبة نجاح اللائحة بالحاصل الانتخابي أي عدد المقترعين على عدد المقاعد اعتمد الصوت التفضلي في القضاء أما اللائحة غير المكتملة فلا مانع شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل وهي تتحمل مسؤولية فقدان أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفياً ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى أن لا يقل عديدها عن 40% في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الأكبر في الفرز تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضلي في القضاء أما الاختراب ففي الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان بعد أربع سنوات تتم زيادة ست مقاعد للمغتربين وفي الأربع التي تليها ينقص ست من 128 على أن تخصص للمغتربين أما موعد الانتخابات والتمديد التقني فيتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري في الإصلاحات تم الاتفاق على وجوب إنجاز البطاقة الممغنطة والبطاقة المطبوعة سلفاً في المقابل لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة إذن أمام مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون سيمر بسلاسة ليكون أمام المجلس النيابي الجمعة يعني أنون الانتخاب هو أنون أساسي وبعتقد اليوم الجو الذي يعمل يشغل هو جو على التوافق بين كل الأطراف وهذا أمر كنا حريصين كثير عليه أنا بدي أقول مش بموضوع الانتخاب بأي موضوع حق التصويت حق قائم بمجلس الوزراء دستوريا وهذا أمر لا نحن نتنازل عليه ولا رأي جمهورية نتنازل عليه يبقى أن لبنان ابتداء من اليوم سيشهد حركة سياسية وربما خطابات سياسية من نوع آخر فرضها القانون الجديد وأما اللبنانيون فعلى موعد مع درس وفهم قانون لإصال صوتهم بالشكل الصحيح